السلام عليكم ازايكم يا رب بكر بخير في الفيديو ده هاخدكم في شرح مبسط جدا لازاي تستفيد من قناة تافلشب لتأهيل مدرس اللغة الانجليزية. قبل باخدكم في شرح مبسط ده حابة اوضح انه هتلاقي لغاية اللحظة الحالية حوالي سبعين كورس كامل عن مجال تدريس اللغة الانجليزية على قناة تافلشب على اليوتيوب. هتلاقي منظمة من اول ازاي تدريس المهارات المختلفة طرق التدريس النظريات وازاي تطبعها جوال كلاس. هتلاقي كورسات عن ادارة الفصل من اول يعني ايه ادارة فصل لغاية التعامل مع الطلاب المشاربين. هتلاقي برضو كورسات عن الاساسمنت او التقييم وازاي تقيم الطلاب بتوعك. هتلاقي كورسات عن التدريس الانلاين ودي مهارة مهمة جدا لرشح لك تشوف الكورسات اللي عليها. خصوصا لو بدتك الفرج على الفيديو ده في زمن الكورونا. هتلاقي برضو كورسات وفيديوهات لطيفة جدا من مدرسين كتار من دول عربية مختلفة. شاركوا معنا اراءهم وخبراتهم في مجال التدريس. اه حاجات في الانلاين وحاجات في التدريس الهموما ممكن تساعدك جوا الكلاس بتاعك. اكيد الفكر دل رؤيتي ايه الخطة اللي المفروض تمشي عليها عشان خاطر تستفيد من كل الكورسات دي. تعالوا مع بعض نروح على الكمبيوتر ونشوف كل سكشن على القناة والكورسات والمحتويات اللي موجودة عشان خاطر تقدر تستفيد منها على حسب الموقف الحالي بتاعك. يلا بينا نشوف. اول خطوة هتعملها انك هتدخل على قناة تفلشاب على اليوتيوب. وهتلاقي اللينك بتاع القناة في الديسكريبشن وطبعا تعمل سبسكريب علشان خاطر تجيلك الفيديوهات الجديدة باستمرار. هتلاقي ان هو ده شكل القناة. تعالوا ناخدوا واحدة واحدة كده ونتعرف اكتر على اه كل سكشن موجود فيه وايه المحتويات بتاعت السكشن دي عشان خاطر تقدر تستفيد بيها بافضل شكل. اول سكشن هتلاقيه هو عن ازاي تدرس مهارات اللغة الانجليزية المختلفة وتعمل ديمو عليها علشان خاطر المدرسة. فتقدر تلجأ للسكشن دوت لما يبقى عندك ديمو في مدرسة او انت خلاص دخلت الدرس فمش عارفت درس مهارة التحدث ازاي او الكراءة او الكتابة او ازاي تدميكم كلهم عبعض. فهتلاقي اهي كورسات مختلفة عن ازاي تخطط الدرس. اه تدريس مهارة الاستماع. التحدث ممكن تلاقي اكتر من كورس اه من اكتر من مدرب في نفس الموضوع. يعني عندنا هنا كورسين في سبيكين وت 갖고 عدنا آآ عن تدريس الكراءة الكتابة آآ تدريس الكلمات والجرامور وعندنا نفس المهارات مقررها تاني من مدربين تانين. فآآ وعندنا هتلاقي في نهاية易ة كل كورس مثال كديمو اه تقدر تستخدمه آآ يعني تعمل حاجة مشابهة لي آآ وانت رايح او المدرسة والمؤسسة التعریمية الي انت بتعمل فيها التديمو وهتلاقي بردو بلاي ليست مجمع اكزامبلس مختلفة من pagay Hasan بتاعتنا دى كده اول سكشن للسكشن التاني هو هو عن teaching methodology وده هيبقى لطيف جدا بالنسبة لك لو انت رايح الانترفيو وحسس نما ممكن يسألوك عن ايه هي المختلفة اللي انت ممكن تكون بتعتمد عليها في التدريس وازاي تطبق جواه الكلاس وتقدر تشوف دوت بيتكلم من اول مرورا للنظريات المختلفة من البداية خالص لغاية الحاجات الجديدة وبرضه ناخد في نفس الموضوع ايه هي النظرية وازاي نطبقها جواه الكلاس فتقدر تشوفهم من السكشن ده عندنا السكشن التالت وده سكشن مهم جدا لانه بيتكلم عن ادارة الفصل وده بتبقى مقساة تقدر يعني دايما في الانترفيو بتتسائل فيها في الدمو بيعملوا معك عشان خاطر يشوفها تتعامل ازاي وجوا الكلاس طبعا الطلبة مش بتتوسط فبتقلي تقدر تشوف من اول يعني ايه مرورا من بالتحديات المختلفة وحلول لها لبتحصل جواه الكلاس اا والتعامل مع المشاهدين والاكتيفيتز اللي ممكن تستخدمها عشان خاطر تساعدك اا في التعامل اا او ادارة الفصل وشوية هاكس وحاجات مختلفة ليه علاقة بادارة الفصل ازاي انت قاعد الطلاب ازاي اا او ان انت تستخدم ازاي اللاخ بتاعتك او الصوتك او انت بتدرس بحيس ان كل العوامل دي بتقدر تساعدك اا في اا الطريقة ان انت بتدير بيها الفصل وتتعامل بيها مع الطلاب او في الدمو وبعد كده هتلاقي اا قسم عن الاساسمنت ازاي تقيم طلاب بتوعك او ازاي تديم فيدباك تصحح لهم الأخطاء في مصطلحات لي علاقة بالأساسمنت زي الكورتفوليو سواء للطلاب أو سواء لي كنت كمدرس فهتلاقي كورسات مختلفة في القسم الخاص بالأساسمنت لو انت بقى محتاج تتعلم أكتر حاجات تكنيكس ترينز زماعة عن مصطلحات معينة او اكتيفتيز معينة ممكن تلاقيها في السكشن ده زي مثلا التعلم التعاوني الملتبل انتليجنس كيف تستخدم ريالية جول كلاس ازاي تستخدم الفلاش كارد سكتنكن هات عشان خاطر لو انت عايز تعمل اكتيفتيز لي علاقة بالكرياتيكل والكرياتيف تنكين مع الطلاب بتوعك عشان احنا مش بندرس انجليش بس احنا منحاول ندبك مهارات مختلفة او مهارات القرن الواحد والعشرين اثناء تدريس الطلاب بتوعنا وهتلاقي برضو فيديوهات عن ازاي تستخدم الاغاني والافلام والالعاب بشكل للطلاب بدون ما يكون المجرد ان هما بيتفرجوا عليه كده كتهريك وخلاص او بنضيع وقت او بنشغله فرفان لو انت بقى بتشوف الفيديو ده في زمن الكورونا ربنا يحفظنا جميعا هتلاقي ان في سكشن عندنا عن التدريس الانلاين ازاي تدرس اونلاين ازاي تستخدم زوم في فيديو مختلفة وفي كورسات تانية هتنزل فيه في السكشن الخاص بالتدريس الانلاين عشان خاطر تقدر تفتح لنفسك مجال شغل سواء انت هتدرس لوحدك من البيت او المؤسسة اللي انت شغال فيها ابتدت تتجه الى التدريس الانلاين او بقى تدمج التدريس الانلاين مع التدريس الوفلاين. نيجي بقى للسكشن الخاص بالسوفت سكيلز وهو يعني فيه كوت كده بيقول في الانجليزي هارد سكيلز كن جيت يو دا جاب بقى الصوفت سكيلز كن كيبيو ان دا جاب او الحقيه هي كن كيبيو ان دا جاب وكان جيت يو دا جاب وكان برو موتيو ان دا جاب فالصوفت سكيلز هنا احنا بنتكلم من موضوعات مختلفة اللي بتساعدك ان انت تحصل على الوظيفة يعني انت دلوقتي لو مهاراتك التكنيكل او الهارد سكيلز سواء ادارة الفصل او تقييم او تحضير الدرس وكل الكلام دا بقى كويس جدا جدا بس انت مش عارف تكتب سي في مش عارف تقدي كويس والانتروفيو مش عارف تسوق لنفسك في المجال مش عارف تعمل فبالتالي ممكن ما تبقاش قادر تحصل على وظائف كويسة او وظائف او كتير فبالتالي هتقدر تلجأ لي من اول ازاي تكتب سي في ازاي تسوق لنفسك حتى لما بتكتبعت السي في بتاعك وعايز تكتب الايميل اللي بيروح مع السي في عشان خاطر ما تسابش كده تمبلت فاضية وخلاص وتبعتها ما بيبقاش شكلها ظريف فازاي تكتب ايميل شكله لطيف للوظيفة او لو احتاجت انك تكتب cover letter تعمل professional linkedin دا مهم جدا بالنسبة لنا جميعا عشان خاطر تقدر تفتح الباب من الناحيتين سواء انت بتقدم على شغل او لو حد بيدور على مدرسين يقدر يلاقيك على linkedin وازاي ايه الاسئلة اللي ممكن تجي في الانتربيو وتجاوب عليها ازاي السكشن دا عام حبتين ممكن تلاقي فيه كورسات وموضوعات كده خلطبيطة على بعض من اول كورس او فيديو هاتى بشيرة وصبورة دي بنتكلم فيها عن نبزة تعريفية عن المجال لو انت عايز تعرف اكتر ايه مجال تدريس الانجليزي بايه المهارات اللي مطلوبة تعمل ايه وانت رايح الانتربيو حاجات كده عامة عن المجال فتقدر تشوف الكورس دا اوه لو انت عايز تاخد كورس تافل تقيم الكورس دا ازاي عشان خاطر ما تحطش وقت مجهود وفلوس على الفاضي فتقدر تشوف كورس زي دا عندنا الانجليش تيتشر سالون هتلاقي مدرسين جميلة جدا بتحط اراءها وخبراتها في الفيديوهات دي هو كلهم ساهموا معنا في ان هما يحطوا محتوى قوي جدا جدا واراءهم عظيمة فتقدر تشوفوا وهتلاقي فيديوهات تانية مختلفة عن الناين تيسل اوه لو انت عايز تتعلم ايلتز اوه هتلاقي يعني ازاي تتعلم انجليزي برضو لو او عايز تقول الطلاب بتوعك ازاي تعلم انجليزي هتلاقي فيديو عن الموضوع دا وطبعا بينزل فيديوهات كتيرة باستمرار كل فترة ان شاء الله هنلاقي بعد كده اخر سكشن مهم بالنسبالك لما ربنا بإذن الله يفتح عليك بقى و تبقى يعني مدرس بتدرب مدرسين تانيين او بقيت سوبرفايزر في المكان اللي انت شغال فيه فهتلاقي كورسات خاصة بي ازاي تبقى سوبرفايزر و ازاي تدي فيدباك للمدرسين اللي معاك او لو انتو بتعملوا منترينج لبعض كاصحاب كمدرسين مع بعض فتقدر تشوف الكورس دوت وتشوف الكتاب الخاص به برضو لان هو ليه كتاب مجاني تقدر تاخده من على صفحة الكتب بتاعتنا اللي بنعرض عليه الكتب بتاعتنا او تتواصل معنا وان شاء الله نبعت لك اللينك الخاص بالكتاب فيك ملحوظة كده تانية ممكن تساعدك برضو وانت بتدور على الكورسات او الموضوعات المختلفة اللي عندنا على القناة وهي ان انت هتقدر تبحس باسم الموضوع عشان خاطر تشوف كل الفيديوهات الخاصة بالموضوع اللي انت بتدور عليه فهتيجي هنا عشان خاطر تبحس عن الموضوع فهتلاقي هنا العلامة بتاعت السيرتش تقدر تكتب مثلا ميثي دولوجي دوس انتر هتلاقي يظهر لك كل الحاجات اللي احنا عملناها اللي ممكن يكون لها علاقة بالميثي دولوجي فتقدر تتفرج عليها ممكن نجرب في حاجة تانية زي management classroom management فظهر برضو الكورسات الخاصة بالclassroom management بتاعتنا فبالتالي تقدر تعرف لو ان انت في موضوع معين ممكن يكون عندنا ولا لأ ممكن لو كتبنا تافل فظهر لنا how to choose your tafl course او الكورسات اللي احنا عملناها وكان ليها علاقة بالtafl فهتلاقيها موجودة برضو دي كده واحدة من الحاجات اللي تقدر تشوفها عشان خاطر تساعدك في برضو ان انت تروح للplaylist direct من هنا فتقدر تشوف كل البلاي لست اللي احنا عملينها بكل اللي موجودة وخليك فاكر ان انت تقدر تفتح البلاي لست عشان خاطر تشوف الحلقات كاملة او الفيديوهات كاملة عشان خاطر من الحاجات اللي بتحصل احيانا ان لحد يشوف اول فيديو وبعد كده يقول ان ايه ده لا خلاص ده هو الكورس عبارة عن فيديو واحد او ان احنا مش مكمليني الكورس لأ هو الكورس كامل وكل حاجة بس محتاج ان انت تفتح البلاي لست عشان تقدر تشوف باقي الحلقات اللي موجودة فيها بس يا سيدي ادي كل القناة بتاعتنا وكل الكورسات اللي معروضة عندنا في الفترة الحالية وان شاء الله هينزل موضوعات كثيرة جديدة فتابع القناة واعمل سبسكرايب وتابعنا على الفيسبوك عشان خاطر تقدر تعرف اكتر عن اخبارنا والايفنتات الانلاين اللي بنعملها والكتب الخاصة بنا والكورسات اللي بتنزل كل فترة مجانا على القناة شكرا لكم كنت معكم أبلو بسنا وتابعنا على الفيسبوك شكرا لكم